اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل مشاهدي اللمة الحلوة ان العرض ممتد في مراكز نبط لمدة اسبوع وانه برضو علشان خاطر اللمة الحلوة مش كده؟ مظبوط علشان خاطركم انتم وعشان خاطر جمهورنا اللي احنا بنحب دايما نسعده والخصومات هتصل الى قد ايه؟ تصل الى 50% كل حاجة؟ كل حاجة كل حاجة كل حاجة كل حاجة كل حاجة واحنا كمان يعني كل مشاهدي اللمة الحلوة واللي في اللمة الحلوة واللي في اللمة الحلوة اكيد هم لهم خاطر كتير عندنا وكل مشاهدي اللمة الحلوة خاطر كبير جدا وحنعمل عروض دلوقتي وبعدين علشانه يعني احنا لسه قدامنا لحد يوم الخميس لحد يوم الخميس تعالي الاول نتكلم عن ايه الاجهزة الجديدة اللي طلعت ودورها ايه في ان احنا نعالج بشرتنا ونخلي شكلنا جليل وامور كده زيك كده يا دكتور مرسي يا راني مش هنقول الاجهزة الجديدة هي ايه وازاي وليه لأن احنا مش بنقف او انا لو كل يوم صحية الصبح وفتحت النت هلاقي فيه جهاز جديد بيعمل تكنيك جديد بيعمل بيشتغل على اندكيشن او حاجة احنا بنشتكي منها وبيديني نتائج كويسة جدا او ان انا بعمل اوبديتنج لجهاز كان موجود عندي او اكتشفت له شغل جديد طب ايه احدث جهاز خلينا نقول احدث جهاز عندنا احنا ايوة احنا عندنا جهاز ولو انا حطيته في عيادة او مركز هو كافي بيحل مشاكل كتير جدا اندياج ليزر هو كافي منتشر مش هقول ان هو حاجة يونيك اوي يعني هو لو انا بفتح عيادة او مركز النهارده يبقى انا محتاج اول حاجة حطها الاندياج لان الجهاز ده بيحل لي مشاكل كتير جدا بستخدمه ممكن في ازالة الشعر بستخدمه كمان في الوحامات الدموية وده حاجة بنشوفها كتير دلوقتي بكل اشكالها بستخدمه على الشعرات الدموية كل ده بنشوف ان مثلا لو طالع عندنا شعرات دموية في السيقان او في الواجهة او كده بنحس انها شوية عاملة تشويه بنستخدمه على بعض انواع من الجروح فهو جهاز هايل جدا وفي كل الحاجات دي بدي نتاج جيدة جدا والفيديو ده بيشرح لنا احنا بنعمل ايه احنا عندنا شعرات دموية على الان وبنشيلها بالاندياج ليزر كمان بيشيل شعرات الدموية بيشيل شعرات الدموية بيقفلها خالص بيعمل لها بيقفل الشعرات الدموية وبالتبعية بتدمر وخلاص بتروح والشكل برجع طبيعي طب دكتور من ضمن المشاكل حيك قلتها هي الوحامات الدموية ايه بقى الوحامات الدموية دي وهل لها اشكال معينة الوحامات الدموية دي حاجة ممكن الطفل يتولد بيها او تسهله خلال شهر من الولادة ده عبارة عن تجمع دموي في شكل شعرات او ممكن اوعية دموية اكبر اوكي بتبقى ساعات مسطحة حاجة زي البرت واين كده لونها لون النبيت او حاجة زي الستروبيري هيمانجيومة دي بتبقى عاملة زي الفراولاية كده الام طبعا بتبقى منزعجة جدا من فكرة ان طفلها بتولد بحاجة كده يعني تبقى تعتبر نوع من التشويه انا دائما بنصحها استني ممكن في خلال سنتين بتختفي اوتوماتيك من غير اي تداخل بعد السنتين احنا بنبقى محتاجين ان احنا نشتغل ناايم الحالة ونشوف هل هي عاملة مشاكل يا ساعات بيبقى فيها دي صور لاشكال الوحمات دي شكل من اشكال الوحمات اللي هو وحمة دموية بيتقال عليها بورت واين او شكل النبيت لون النبيت اللون اللي هو على محمر شوية او اغمق شوية ممكن تكون طب وبعد كم جلسة ببتدي احس بنتيجته من اول جلسة بتبين يعني احنا جبنا الجهاز بقالنا حوالي شهر اشتغلنا به مثلا سي جلستين لان انا بقامل بين الجلسة والجلسة شهر شونا نتائج هائلة لحد دلوقتي اه يعني من اول جلسة على طول من اول جلسة بضروري المريض بتاعنا بيشوف نتيجة كيف وايا كان شكل الوحمة وايا كان شكل الوحمة هي من اول جلسة بتبين نتيجة فاكة حتى لو الوحمة دي وحمة نماشية الاندياج مابشتغلش على الوحمات السبغية خالص اه هو بيشتغل على الوحمات الدموية or two من الأساسي فيها الحمار يعني حمار احنا بنشوفه حمار لكن هو بيبقى في شكل أوعية دموية أو شعارات دموية متضخمة أو متوسعة وامتى تختفي خالص وطبعا بتكرار الجلسات يعني احنا ممكن نوصل من 6 إلى 10 جلسات بنوصل لنتيجة ان احنا خلاص اتمسحت احنا جبنا دي بتقال عليها الهيمانجيومة ستروبير هيمانجيومة شكل الفراولاية الله بس برضو بتبقى مزاجة شوية لان ساعات بيحصل منها نسف ساعات بيحصل فيها تقرح يجي عليها التهب كتيري فطبعا يعني دكتور هي الوحمات دي فعلا الست لما بتتوحم وكده طبعا دي فكرة كونسبت غير يعني كنت فكرة دي حقيقة بس طرعت لقا خاص طب دكتور اي حد ممكن يعني اي سن يبتدي يعمل يستخدم الجهز ده من اي سن ببتدي بالنسبة للوحمات من بعد سن سنتين انا ممكن اتداخل اشوف الحالة واقيمها وابتدي اشتغل معا طب ايه الحاجات التانية الايه المشاكل التانية اللي ممكن الجهز دي يعالجها احنا قلنا كمان انه بيشتغل على شعارات الدموية وده موجود في حالات كتير فيه ستات كتير وستات ورجالة بييجوا حاسين ان شعارات الدموية في سقانهم او في بشرة الوك بتعمل لهم نوع من التشويه وشايفين انها شكلها مش حلو قوي فدولت بننصحهم انهم يعملوا جلسات اندياج وفعلا الشعارات دي بتختفي وبتدي نتائج هائلة وممكن المريض بتاعنا يعمل ثلاثة او اربع جلسات اه بصي ده ايه ده يا دكتور ده نوع من الالتهاب نوع من الالتهاب زي حب الشباب كده بيبقى جاي بحمر شديد شامل الوك واحنا ما بنشتغل عليه بالاندياج بيروح طب دكتور دلوقتي اكتر المشاكل اللي بتضايق طبعا الستات تعارف يا ندين لما البنات بيتدخن وتخس وتبقى حامل وتولد سيليد والستريتش ماركس اه هو كمان بيعالج السيليد لا لا هو الالتهاب مش الجهاز الخاص هو جهاز كويس جدا بس طبعا احنا لما بنوظف كل جهاز على الانديكيشن اللي مفترض استعمله عليه باوصل الاحسن النتائج ببالاندياج والستريتش ماركس احنا بنشتغل بحاجة بجهاز احنا اتكلمنا عليه قبل كده وقالنا جهاز الكو سويتش دليزر ده جهاز جايد جدا وبيدي نتائج برضو انتي عارفة رانيا ندين ان احنا بنبقى مسكين الهاند بيس بتاعت الجهاز ولكن احنا بنمسح انتي جايبها استيكا وبتمسح بيها بيحصل تحسن وانتي بتشتغل طب والجهاز ده يا دكتور ده الاندياج دليزر والحالة اللي احنا كنا بنحكي عليها قبل كده اللي هي الحب شباب الملتهب اللي هو بيجي معا حمرار شديد بالواقع بيدي نتائج حلوة جدا فيه أوكي طب دكتور زمان بقى كانت الناس بتي تعمل تاتوه فجأة تكتشف انه لا انا مش عايزة تشيله انه هو شكله مش حال بالضبط هل للوقتي برضو الجهاز ده ممكن يشيل التاتوه؟ ده من الاكهزة الجيدة جدا في ازالة التاتو وعندنا كمان جهاز الكو سويتشد ليزر من الاكهزة برضو الممتازة جدا في ازالة التاتو فاحنا عندنا اكتر من مانوفر او جهاز بنشتغل به في ازالة التاتو وبنرجع نقول للمريض احنا يعني مش هناخد جلسات كتير وفي النهاية انت بتوصل لازالة كاملة للتاتو من غير ما نعمل اي تشوه للجلد ده حل برضو اوه ده هاب واو ايه ده ده اصفيني ازا تكتشف ان هي لا انا زيتم بتاتو عايزة شيله ده الكو سويتشد ليزر احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده وقلنا احنا بنشيل ده بيوجع احنا نخط مخدر قبليه يعني هو طبعا شغلنا دايما بيبقى فيه شوية نسبة 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 بس يعني بنعرف يعني نتحيل عليها ده عامل زي الاستيكة دكتور كأنك بتعملي بالضبط احنا عندنا ليزر الاستيك بس ده اختراعي ده اختراع جد ولا بيعمل اي التهاب بعدها ولا اي حاجة ولا اي حاجة احنا بنحطه مجرد كريم بسيط كده كمساة ممكن تلج خلاص المريض بتاعنا بيطلع مستراحجة خلاص نادين روح اعمليه التطول انت شغل كده اشيل بعد كده طيب ايه هي انواع اثار الجروح اللي كمان الجهاز ده ممكن بيستعمل بنستعمله فيها ولا الجروح دي ما بتستعملش لها الجهاز ده لا لا الاول جهاز ده ليه حتة معينة كده على الجروح بصراحة انا بشوفها فرقة جدا اللي هو الجروح المتقرنة الهايبرتروفيك سكار او الكيلويت في بعض الناس عندها نسبة اللي التقم بتبقى اعلى من المعدل يعني بتلتقم بنسبة فيبراستيشو او خلايا لي فيها اكتر من المعدل بيبتدي الجرح يعلى ويبقى شكله مش مقبول خاصة لو في الواكه او في الرقب المنطقتين دول بيبصعبين جدا زي هنا يعني حاجة زي ده كده الان دياج ليزر ده جرح فعلا ده جرح بس متقرن هايبرتروفيك اه في زيادة التقم فالجروح دي الان دياج حل سحري بالنسبة له بيعمل ايه بقى بيتمشي وبعد كده بيبقى يخش بقى فكرة ان انا اشتغل فراكشنال ليزر بحيث ان انا اشيل الاصر البسيط اللي بي عايزة تقوليلي ان مش هيبقى فيه ولا علامة اه مش عايزة اقولك انا عايزة بقى قريك طيب دكتور ده بيتشل يعني على حسب الجرح اصاروا قد ايه بياخد كم جلسة وطبعا انا ضروري اقايم العيان بتاعي يعني هل الجرح ده حديث ولا قديم اه اتعامل فيه ايه اتخيط ازاي البيشنت نفسه مريدنا رد تفعله ازاي مع الجرح فيه مريد بيبقى واخد مثلا جرح عميق ضيدا لكن التأمه جيد فيجيلك يا دوبك خط كده نشتغل فراكشنال ليزر خلاص الدنيا تزبطت فيه مريد بيبقى رد تفعله تانية مختلفة زي الهايبرتروفيك او الكيلويد كل ما تشيلي الجرح جراحيا او بالفراكشنال ليزر يرجعي على تاني فيش قدامي غير ان انا اخش الاول بالاندياك ازبط العلوة بتاعه وبعدين اشتغل بالفراكشنال ليزر او ليزر التسطيح انا احنا عندنا حلول وكل مرحلة ممكن اتدخل بليزر مختلفة والعرضة برضو لسه على الجهاز ده برضو احلف لا انا بشجع الناس كل الناس اللي بتتفرج عن لما الحلوة بشجعهم طيب خلينا نتكلم بقى عن موضوع مختلف شوية ندخل على البوتوكس والفيلر وامتى بنستخدم او نحس ان لازم نتوجه الى الدكتور ونشوف ازا كنا نستخدم بوتوكس او فيلر مبدعيا انا بشكر كل الناس اللي وثقت فينا وفارضنا لان في الفترة الاخيرة دي انا جايلي حالات كتير جدا اتشجعت لأول مرة انها تشتغل بوتوكس وفيلر جايز بعد ما انا قلت ان انا بعمل لنفسي جايز بعد ما دي حيبتدي اكتر كريديبيليتي اكتر كمان اكيد ولقينا اقبال شديد ان الناس تيجي الحاجات اللي هي سمعت عليها دي ومش عايزة تجربها وحاسة انها جدا بتفرق وحاسة انها بعيدة المنال يعني انا بيجي لي حالات احنا ما كناش متخيلين ان احنا حاجلنا يوم نعملها لان قد كده هي سمعت انها حاجة مكلفة جدا وفي الاخر انت بتحس ان انت شكلك مش طبيعي ويعني مش مستريحة ومستغربة نفسك لكن لما احنا بدأنا نتكلم عليها وقربنا الفكرة البوتوكس والفيلر انا لقيت فعلا طفرة جدا في عدد الحالات واختلاف الاعمار واي حد بيشتكي ممكن من سن صغير جدا الحالات جيلك وعندها شكوى وبتتعامل معها بواقعية يعني كان زمان ان انا مش هعمل لان انا سني صغير طب ايه الصورة دي ده دي خيوط دي حالة خيوط ده لو الواحد بقى يا دكتور اتأخر عن ان هو يستخدم البوتوكس والفيلر مش برضو مجرد التأخير في ناس طبيعة جلدها انه بيتهدل اسرع من غيرها واللايف ستايل بتاعتها مؤثرة جدا بحيث انها التهدل العالي واحنا بنبقى محتاجين لحاجة تشد بطريقة كويسة فالخيوط بتبقى حل سحري بالنسبة له ممكن من سن 35 و40 سنة ممكن نلجأ لخيوط معنى كده ان في ناس ممكن يكون جلدها طبيعة وانه بيتهدل اه طبعا طب ايه لايف ستايل يعني ايه لايف ستايل توصدي الاكل نوع الاكل والنوم طبعا هنقول الاكل والنوم والحالة النفسية وضروري اقول العيان ده مريض حاجة معينة سكر ضغط بياخد ادوية معينة اه حرجى عمل سترس جامد جدا على الحالة النفسية لان في ناس كتير صحتها جثمانيا فيزيكا بتبقى جيدة جدا لكن هي نفسيا عندها مشاكل كتير فنبص نلاقي نسبة التهدل والتراوة بتاعة الجلد مفقودة النضارة رايحة فاحنا بنبقى محتاجين ان احنا نعدل كل الحاجات دي علشان نوصل للنتيجة كويسة جدا بالنسبة للمسهر الخارجي للمشروع طب دكتور هل فيه سن معين مفروض اوصله علشان ابتدي اعمل مثلا بوتيكس او فيلر انا بشوف ان الكونسبت ده قديم قوي يعني زمان كان دايما لا ده انا لسه صغيرة انا بشوف ان انا مجرد ما بشتكي من ان انا عندي بدأت خطوط وبدأت تجايد يبقى ضرورة اتصرف بوقعية وبلجأ للدكتور طيب معلش انا اسفع قطعك بس احنا معنا تليفون معنا جهاد من القاهرة مساء خير يا جهاد مساء خير يا جهاد مساء خير ازايك انتي بيتتابعي عروض مركز نبط انا بتابع او الحقي لحد يوم الخميط لا منعندي سؤال الدكتور انا بس يعني انا قريضي راحه فراحة استفاد من العرض جدا ومفشتين جدا انا مش روكي والد لسه والده يعني بقى ايه ثلاث اسابيع فانا اتمنى ان مركز نبط هي لسه والده وبقالك ثلاث اسابيع اه يستمرك العرض شوية عشان الحق يعني استفاد من العرض استمرك العرض قد ايه يعني الحد ما تفتومي عارفة انا يعني انا عيلة اتقال برضو الدكتورة هل ممكن ابتدي يعني استخدم العرض ده انت محسن خلاص هخلي دكتور ايمان ترد عليك هل ركس معتيها يا دكتور هي عايزة تستفيد بالعرض هي ولدت تمام وبقالها ثلاث اسابيع وبتقول ان هي عايزة تلحق تستفيد بالعرض هل ينفع ان هي تيجي من دلوقتي ولا ممكن نمدي لها العرض شوية احنا ممكن نعمل لتنين عشان خطر جهد عشان خطر جهد واللما الحلوة يعني احنا ممكن احنا عارضنا باذن الله لحد يوم الخميس وهي تيجي تشرفنا بس حتى لو مش هنبتدي شغل احنا ممكن نشوف البلان بتاعتها ونرسمها لها وممكن نعمل لها اشتراك في العرض من دلوقتي يعني حتى لو هنأجل شغل معها سويد اه يعني يا جهاد روحي وشوفي ايه الحاجات اللي انت محتاجاها وممكن تبقي تأجلي الموضوع اللي جي تعمليه يعني مش كده مفروض هو اصلا ممكن بعد ما الواحدة تولد بثلاث أسابيع عادي تعمل هي عايزة؟ اه طبعا يعني هو طبعا بيبقى احنا محتاجين ان احنا نستنى شوية ردة فعل الجسم الطبيعية في ان مثلا لو فيه تهدل يبتدي يتحسن شوية بس فيه حاجات احنا ممكن نبتدي نشتغل عليها على طول مجرد ما العينة ولدت وحاسة انها عندها مشكلة يبقى احنا ممكن نحاول نساعتها او نوصل حتى لدرجة معينة من التحسن طب دكتور فكريني بقى بجهاز الكيو سويتش واللي هو برضو ظهر مؤخرا وعامل تفرف علاج مشاكل البشر الكيو سويتش دليزر انا بشوفه من الاكهزة برضو الهيلة جدا لان كل ما الجهاز بيشتغل على اندكيشن او حاجات المريض محتاجها بشدة ده بيديله قيمة يعني حاجة زي الستريتش مارك الزمان دي ما كانش فيه لها حلول خاص دلوقتي لما اشتغلنا بالكيو سويتش دليزر وصلنا لتحسن رائع حاجة زي التاتو زمان كان العينة يعمله بعدين يروح يضلق ميت نار دلوقتي نا خلاص انت زي ما انت شفت الفيديو كده انا مجرد ما بمرر الجهاز انا بمرر استيكا بمسح التاتو الكيو سويتش دجهاز بالسفك للسبغة يعني هو جهاز بيشتغل على الوحمات السبغية حلوة جدا النمشية حلوة جدا بيشتغل على اه طبعا يعني الحالة دي عندها طبعا كلف الكلف من الحالات الصعبة جدا هو اللي فوق شفايفها ده اللي فوق شفايفها ده كلف واللي في خدوتها وحتلاقي الكلف منتشر جدا في أشها ودكتور هو ده تشلف كم جلسة؟ يعني هو كل حالة بتفرق سطحية السبغة وهي موجودة فين؟ بتفرق انه ممكن اشيله في جلسة وممكن مثلا اعمل تلتة واربع جلسات بس في النهاية هي وصلت لنتيجة هيلة جدا دي مش نتيجة هيلة دي واحدة تانية دي واحدة دي انسان آخر يعني وايه صورة دي؟ دي ايه برضو يا دكتور؟ الوحمة النمشية الوحمة فيها شكل النمش وده الجهاز بيدي فيها نتائج هيلة جدا احنا بنشتغل على جميع انواع الوحمات السبغية بكل نيفا سوف اوتا الوحمات الابودورمال يعني هو له اكتر من هاند بيس بتشتغل على السبغة اينما كانت اينما كانت سطحيتها فبيديني نتائج مع كل الحالات طب انا هسألك يا الوحمة النمشية دي بتطلع ليه؟ اي وحمة بتبقى يعني نوعا ما مش معروفة انها بتطلع ليه لكن غالبا بيبقى لها سبب جيناتك حاجة فيها نوع من الوراثة يعني ما حدش بيتوحم مثلا انا كنت مقتنحة بكده انه في حد بيتوحم لا الموضوع يعني مش هنقدر نقول ان ليه سيوري محددة ان انا هيطلع لي وحمة علشان كذا لا مفيش الكلام ده هو مجرد تجائم خلاسة بغية في طبقة معينة من الجلد قدتلي شكل الوحمة ليه بقى؟ احنا ما نعرفش لكن سبب الوحمة ما نعرفوش لا مش هنعرف ليه هي طلعت هنا وازاي وليه الساعات بيبقى فيه نوع من الوحمات بيبقى لها حاجة جيناتك حاجة وراثية بس مش هنقدر نعمم القصة دي على كل انواع الوحمات طب انا هسألك على البوتوكس هل هو بيستعمل في اماكن تانية غير الوجه؟ البوتوكس ليه استعمال جميل جدا وبشوفه افكتف قوي وضروري الناس تبقى عرفاه زادة التعرق الهيبرهيدروزيس الناس اللي ديها بتخر مية على طول ورجليها وتحت الابط البوتوكس بيدي حل يعني مفيش حلول اخرى اللي عملية ان انا اقرأ اشيل العصب السابع والعصب الحائر وده مشكلة كبيرة جدا اللي هو الفيجاس نيرف فالبوتوكس بيحلل المشكلة دي وفي خمس دقايق بتبقى الحالة واصلة لنتيجة جيدة جدا بالنسبة لده تتعرق وبرضو في الرجلين لو الرجلين اللي هي بتعرق رجلين والايدين وتحت الابط طبعا بيدي نتاج هيلة جدا اوكي والفيلر عارفة شكل الايدين يا دكتور بيبقى دايما في بعد السن معين كده العروق مش بس عروق تحسي كده ان الجلد مكامش الجلد مكامش والدهون اللي تحت الجلد مش موجودة والعروق بدأت تبقى سطحية والبقى اللي بدأت تسهر على فكرة برضو يعني ممكن المشاكل دي دي كلها بتبتدي من سن صغير طبيعة الحياة طبيعة استعمال ايدينا بنستعملها في ايه بنحطها في ايه بنحطها في مسحيق بنستعملها بشكل مصحي بنستخدم صابون كتير ده بيشلي طبقة الكولاجين وتبتدي الجلد يكامش والدهون تبتدي تروح ونبتدي نحس ان ايدينا شكلها مش عطي فيه خارس ما المفروض اخسل ايدي بايه لا فيه ناس عندها نوع من الوسويس يعني انا اه بستخدم صابون في حدوده لكن فيه ناس عندها نوع من الوسويس الوسويس النظافة دي انا طول النهار واقف على الحود باخسل ايدي كتير جدا ده من الصح طبعا يعني تتيج الحالة هي نفسها مش عجبها الحال ومحتاجة تدخل بسرعة جدا يعني زمان كانت دايما تركزنا على الوش انا عايزين شكل وشنا يبقى حلوة كده وجميع لكن دلوقتي برضو الايدين كشفة جدا لطبيعة الحياة اللايف ستايل بتاع والاستاندر بتاع الشخص وازاي بيستعمل ايدي ومكهد ولا مش مكهد الايدين كشفة جدا على فكرة فالفيلر ممكن نستخدمه ممكن نستخدم بلازمة ممكن نصحح بالهيلورونيك اسد اللي هو حمد الكولاجين الموضوع بقى ابسط كتير زي ما انت قلت الاول ان احنا عندنا حلول لكل مشاكل البشرة بازن الله زمان ما كانتش الفكرة دي يعني موجودة دلوقتي موجودة وبنقدر نحققها طيب انا اسألك برضو احنا لو انت بيجيلك حالات بوتوكس فيلر بي ار بي فراكشن الليزر كل الحاجات التقنية ايه اكتر حاجة بتجيلك ايه اكتر حاجة بحب اشتغلها لا ايه اكتر حاجة بيجيلك كل ده بييجي يعني مع بعضه يعني الحالة اللي بتحب اللي بتبقى عايزة بوتوكس غالبا بتبقى محتاجة فيلر وبعد فترة هي حالة لما تكبر شوية او كده هي محتاجة سريتس خيوط انا بحب اشتغل ايه في الكلام ده كله ايه بقى انا بحب اشتغل جدا بوتوكس وفلر وسريتس لان نتايقهم اتوانس انت بتشتغل الحالة وانت عارفة انت لو صورتها دلوقتي وصورتها كمان اسبوع هيبقى شكلها ايه الدكتور على قد قناعته بالنتيجة اللي هيوصل لها مع مريضه بيعرف يوصل له قد ايه هو هيوصل لنسبة تحسن هو نفسه بيبقى عايز يشتغل ده لانه حيفرق لو هتعملي بوتوكس لنفسك انت اللي هتعمليه ولا هتخلي حد يعمله انا اللي بعمله وانا عامله قريب على فكرة جميلة طب دكتور هل نقدر نستخدم البوتوكس مع الفيلر ده ضروري احنا ضروري بنقول ان احنا عندنا جزئين في الواك بنقسمه جزء علوي وجزء صفلي المكان الامثل لشغل البوتوكس الجزء العلوي لكن ممكن صحيح احط على السموكر لائنز برضو حاجات خفيفة كده لو موجودة بالبوتوكس لكن تحت هو ده شغل الفيلر بنعمل بي كوريكشن على النوزوليبيان بنعمل بي كوريكشن على الماريونيت اللي هو الخط اللي تحت الشفائيف بنعمل بي رفع للخدود بنعمل بي رفع للجولاين تحديد الخط الدأب احنا ممكن نشكل حلو جدا بالفيلر دكتور ايمان احنا بنشكرك وبنفكر الناس برضو ان العرض لسه موجود لحد يوم الخميس دكتور مستي